اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم بيان الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل حول نتائج أعمال لجان الاختيار لهذا العام ألف واربعمائة واربعة واربعين هجرية الفين وثلاثة وعشرين ميلادية بعون من الله وتوفيق اجتمعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسة خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم في سلسلة من الجلسات امتدت من يوم الاثنين التاسع من جماد الآخرة حتى يوم الأربعاء الحادي عشر من جماد الآخرة من عام الف واربعمائة واربعة واربعين الموافق من الثاني إلى الرابع من شهر يناير عام الفين وثلاثة وعشرين وقد توصلت اللجان إلى القرارات التالية أولا جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام منح الجائزة لهذا العام الفين وثلاثة وعشرين بالاشتراك لكل من الأستاذ الدكتور تشوي يونغ الكوري الجنسية أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة يونجي وهانكوك للدراسات الأجنبية في جمهورية كوريا الجنوبية وفضيلة الشيخ السفير ناصر بن عبدالله الزعابي الإماراتي الجنسية رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي وقد منح الأستاذ الدكتور تشوي يونغ الجائزة لجهوده الدعوية والتعليمية التي تمثلت في تدريسه اللغة العربية والعلوم الإسلامية في الجامعات الكورية وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية للتعريف بالإسلام وتأليفه وترجمته لعدد كبير من الكتب الإسلامية التي أسهمت في نقل الثقافة الإسلامية إلى مجتمعات الشرق الأقصى إضافة إلى دوره البارز في عدد من المنظمات الإسلامية التي يتمتع بعضويتها وتميزه بشخصية علمية رصينة وانفتاح فكري واعتدال ووسطية أما فضيلة الشيخ السفير ناصر بن عبدالله الزعابي فقد منح الجائزة لجهوده في العمل الخيري والإغاثي من خلال عضويته في عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتنظيمه المؤتمرات والمنتديات والندوات ذات العلاقة بالعمل الخيري ولإدارته الحكيمة في رئاسة المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي حيث شهد الصندوق توسعا وتنوعا في نشاطاته عادت بالنفع على الشعوب الإسلامية مما أعطى صورة مشرقة للعمل الإسلامي المعاصر جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية منح الجائزة لهذا العام 2023 وموضوعها العمارة الإسلامية للبروفوسور روبرت هيلينبراند البريطاني الجنسية الأستاذ في جامعة أديمبرا في أسكتلندا وقد منح الجائزة لمبررات منها تميز أعماله بالشمولية الواسعة جغرافيا وزمنيا حيث غطت شمال إفريقيا ومصر وفلسطين ووسط آسيا وامتدت من مراحل الإسلام الأولى حتى القرن التاسع عشر الميلادي استخدامه منهجية متميزة لدراسة العمارة الإسلامي مصنفة حسب الشكل والوظيفة والمعنى اتسام إنتاجه العلمي بالدقة والتحليل والمقارنة ولذا يعد إضافة كبيرة ومرجعية أساسية في مجال العمارة الإسلامية ثالثا جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب منح الجائزة لهذا العام 2023 وموضوعها السرد العربي القديم والنظريات الحديثة للبروفوسور عبد الفتاح كليطو المغربي الجنسية الأستاذي في جامعة محمد الخامس في الرباط وقد منح الجائزة لمبررات منها براعته في تأويل الأعمال السردية العربية القديمة بدراسات مكثفة أحاطت بها في شتى أنواعها تمثله المناهج النقدية الحديثة تمثلا إيجابيا وعمله على تكيفها بما يناسب رؤيته التي اتصفت بالجدة والطرافة والإبداع وبها ارتاد مناطق في السرد العربي القديم لم يلتفت إليها أحد قبله تميزه بالقدرة على تقديم السرد العربي للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق جائزة الملك فيصل للطب قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للطب منح الجائزة لهذا العام 2023 وموضوعها الأوبئة وتطوير اللقاحات بالاشتراك لكل من البروفيسور دان هون بوروك الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة هارفورد في أمريكا والبروفيسورة سيرا كاثرين جيلبرد البريطانية الجنسية الأستاذة في جامعة إكسفورد في بريطانيا حيث قدم إسهامات كبيرة في دراسة وتطوير اللقاحات التي تعتبر بالغة الأهمية للسيطرة على الأوبئة في الحاضر والمستقبل وقد منح البروفيسور دان هون بوروك الجائزة لمبررات منها إسهامه الرئيس في فهمنا لعلم المناعة والتسبب في العدوى الفيروسية تطويره لقاحات واستراتيجيات علاجية جديدة ضد الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض المتعددة المنتشرة عالميا بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة وفيروس زيكا وجرثومة السل ومؤخرا كوفيد-19 أما البروفيسورة سارة كاثرين جيلبرت فقد منحت الجائزة لمبررات منها تطويرها تقنيات لقاح مبتكرة وتطبيقها على المراريا والإيبولا والإنفلوانزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومؤخرا كوفيد-19 وقد حقق هذا اللقاح الأخير توزيعا جغرافيا واسعا نظرا لفاعليته وتكليفته المنخفضة مما جعله في متناول مليارات الأشخاص وبذلك تكون قد أسهمت بشكل كبير في المساواة في توفير اللقاحات في جميع أنحاء العالم جائزة الملك فيصل للعلوم قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للعلوم منح الجائزة لهذا العام 2023 وموضوعها الكيمياء بالاشتراك لكل من البروفيسورة جاكي يي رو يانج الأمريكية الجنسية الأستاذة في معهد ماستشوشتس للتكنولوجيا MIT في أمريكا والبروفيسور تشاد أليكزندر ميركن الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة نورث وسترن في أمريكا وقد منحت البروفيسورة جاكي يي رو يانج الجائزة لمبررات منها إسهاماتها في تصنيع المواد النانوية المتقدمة والأنظمة والتطبيقات في التحفيز وتحويل الطاقة والطب الحيوي ريادتها في تصنيع أكاسيد المعادن الانتقالية المسامية والصغيرة التي يسهل اختراقها عن طريق القوالب فوق الجزئية جهودها في تطوير الكثير من المجالات العلمية وبصورة خاصة في مجال الطب حيث قامت بتطوير جسيمات ثانوية بلويمارية تستجيب للمنبهات وتسمح بإيصال الأنسلين لمرضى السكر دون الحاجة إلى مراقبة خارجية لسكر الدم نجاحها في موآمة تقنية النانو والطب التقني أما البروفيسور تشاد أليكزندر ميركن فقد منح الجائزة لمبررات منها جهوده البارزة في تقديم مفهومات الجسيمات النانوية من الذرات والحمض النووي لتكون روابط لإنشاء وتصميم المواد العيانية الوظيفية البلورية وقد ساعدت هذه الإسهامات كثيرا في إثراء مجموعة أدوات الكيميا والمواد وتحديد العصر الحديث لتقنية النانو إسهامه في تأسيس مجالات جديدة في الكيميا وعلم المواد حيث قدم طرقا جديدة للتفكير في البرمجة الكيميائية لتشكيل المادة من خلال نموذج الاتصال التكميلي الخاص به صياغته قواعد التصميم الأساسية التي سمحت ببناء مئات الأنواع المختلفة من البلورات حيث يمكن استخدام هذه الأنواع الضخمة من البلورات لتصميم وتوليف وفحص وتحديد البنى النانوية الجديدة مع أي خصائص كيميائية أو فيزيائية مرغوبة امتداد اكتشافاته إلى مجالات عديدة منها التشخيص الطبي والعلاج ويعتبر حمض النواة الكروي الذي صممه أساسا للعديد من الهياكل العلاجية الرائدة في التجارب السريرية البشرية مما يوفر علاجات لتحسين الحياة ضد العديد من الأمراض وتتقدم الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل بخالص التهاني وصادق التبركات للفائزين وتود أن تقدم خالص شكرها لعضوات وأعضاء لجان الاختيار الكرام والخبراء والمحكمين الأفاضل على ما قاموا به من جهد كبير كما تشكر أمانة الجائزة كل من تعاون معها من المنظمات والجامعات والمؤسسات العلمية بالترشيح وتقدر لوسائل الإعلام تغطيتها لأنشطة الجائزة وتثمن بكل تقدير لكم أيها الإخوة والأخوات كريمة حضوركم سألين المولى جل وعلا أن يمد العاملين في حقول العلم بالعون والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته